خرج ألاف المتظاهرين في باريس على غرار باقي المناطق الفرنسية تلبية لدعوة مختلف الإقابات العمالية والتيارات السياسية المعارضة للحكومة ضمن موجة ثانية من الاحتجاجات ضد خطة الرئيس الفرنسي مانويل مكرو لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً سننزل إلى الشارع لن تهزمنا الرأس مالياً لبيرالياً شعاراتنا طلقتها نجر ألاف المتظاهرين هنا في ساحة الجمهورية في قلب باريس في تحدي واضح من النقابات العمالية لخطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد برمته مع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 إصلاح جائر تقول النقابات ولا يخدم الطبقة العمالية نحن متواجدون هنا لنقول لا لهذا النظام وأننا نرفض توجهاته ولم نعد نتحمل توجهاته التي تستهزئ بالمواطن نحن هنا للدفاع عن مصالحنا مع رفضنا الكل لسياسة مكرون ورغم هذه الاحتجاجات الصاخبة لا تزال حكومة مكرون متمسكة بخطتها الإصلاحية مستندة إلى تقدير وزارة العمل التي تقول إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين من شأنه أن يوفر أكثر من 17 مليار يورو من المساهمات التقاعدية السنوية وهو ما سيتيح لنظام التقاعد تحقيق توازن في صندوق التقاعد بحلول عام 2027 لكن النقابات تقول إن ثمت مهن شقة تستدعي صحة بدنية وذهنية مراهنة على سياسة حكيمة في مجال التكوين وفرض ضرائب جديدة على فاحشي الثراء ثمت مهن صعبة مثل عمال المجاري وعمال البناء والأطباء والممرضين إضافة إلى عمال دور رعاية كبار السن هل تتخيل أن تكون لهم قوة مع رفع سن التقاعد؟ وتعتزم النقابات تنظيم مظاهرات أخرى ما لم تسهب حكومة ماكرون مشروع إصلاح التقاعد في نصه الحالي وذلك في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها كما أنها أكدت أنها ستتبنى منحا تصعديا في احتجاجاتها مستقبلا قد يصل إلى حد شل كل القطاعات الحيوية في البلاد معركة كسر عظم بين حكومة الرئيس ماكرون والنقابات العمالية بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد تنظر بغلايان اجتماعي على المدى الطويل خاصة أن السواد الأعظم من الفرنسيين يعارضون إصلاح نظام التقاعد في نسخته الحالية حسب استطلاعات الرأي الأخيرة شوقي أمين العربي باريس